التجربة المصرية في الإصلاح الخاص بدور المرأة وتمكين المرأة من خلال إزالة التشوهات الموجودة في التشريعات والدستير والقوانين وخلافه بيجعل مشاركة المرأة في المجالس التشريعية لا تقل عن 25% مش 25% لا تقل عن 25% بل يمكن أن تزيد تصل إلى 100% فإذا تمكين المرأة بالأرقام سواء المرأة في البرلمان سواء المرأة في الحكومة عدد الوزيرات لم يكن هذا الرقم من قبل قد تحقق في أي حكومة أو في أي وزارة إذا مشاركة المرأة في الحكومة غير مسبوق مشاركة المرأة في البرلمان غير مسبوق المرأة القاضية المرأة العمدة المرأة المحافظة المرأة الشيخ البلد المرأة المأزون المرأة القاضي المرأة النيابة المرأة الضابط المرأة أصبحت هي قاسم مشترك في كل مناحي الحياة في مصر هذه بالأرقام وهذه بالوقائع وهذا مثار أيضا إعجاب شديد تجربة مصر عندما تناقش مجموعة العشرين كيف يتم تمكين للمرأة في هذه الدول وفي العالم يقول لك أنظر إلى التجربة المصرية العالم عندما يتحدث عن كيفية إصلاح اقتصادي حقيقي وقوي يكتب في الهامش أنظر إلى التجربة المصرية العالم عندما يتحدث عن تجربة إصلاح طبي ومنظومة إعادة تقييم وإعادة كشف على المواطنين يقولون أنظر إلى التجربة المصرية أيضا في مجال المرأة وتمكين المرأة أيضا يقال أنظر إلى التجربة المصرية